نشط مفصل الأخبار نسهلها بالعنوين مشاهد تظهر مسلحين ملثمين يطلقون النار على المتظاهرين في إيران وتظاهرات حاشدة في زانجان رفضا لأعمال الشغب والتخريب قيادة عمليات بغداد تعلن ألقاء القبض على عصابة حاولت السطو على البنك المركزي وأوامر اعتقال بحق من يغلقون المدارس جلسة تشريعية للبرلمان اللبنانية اليوم وسط انقسام بين الكتل بشان المشاركة فيها ودعوات لقطع الطرق لمنع حدوثها خفر السواحل التابع لحكومة الإنقاذ اليمنية يعلن ضبط ثلاث سفن إحداها سعودية بالقرب من جزيرة عقبان في البحر الأحمر بومبيو يرى بناء المستوطنات في الضفة الغربية غير مخالف للقانون الدولي والفلسطينيون يرون في موقفه اعتداء على الحقوق والشرعية الدولية الغنوش يرجح غياب حزب قلب تونس عن المشاركة في الحكومة الجديدة أهلا بكم معارض التلفزيون الإيراني مشاهد لمسلحين ملثمين يطلقون النار على المتظاهرين ضد رفع أسعار البنزين في مدينة أنديمشك وهذا أدى إلى سقوط عدد من الجرحة بالتوازي خرجت مسيرات حاشدت في مدينة زانجان غرب أو شمال غرب ايران رفضا لعمال الشغب والفوض المخل التي بالأمن المتظاهرون دانوا أعمال العنف التي حدثت خلال الأيام الماضية في بعض المدن الإيرانية رفعين شعارات تدعو إلى الوحدة وقطع الطريق أمام المخططات الأمريكية والإسرائيلية قال قائد قوات البسيج اللواء غلام رضا سليماني إن الولايات المتحدة فشلت مجددا في مخططها لإثارة الفتنة في إيران وفي مؤتمر صحفي لفت إلى أن قوات الأمن تعاملت بهدوء مع المحتجين الحقيقيين تم تعرف إلى معظم العناصر الرئيسيين الذين يقفون وراء أعمال الشغب وتم القبض عليهم هذه المرة أيضا لم يحرز الأمريكيون أي نجاح وأضيفت هزيمة أخرى إلى سجلاتهم لقد تعاملت القوى الأمنية مع المحتجين بضبط النفس في وقت نفذت فيه أعمال تخريب على أيدي مثري الشغب الذين نطلق عليهم اسم البلطجية إذا احتاجت الشرطة إلى المساعدة في أي مكان فإن قوات البسيج تساعدها قدر المستطاع وتهدف مساعدتنا بشكل أساسي إلى منع أعمال الشغب أو التغرير بالمتظاهرين من جهة أعلن حرس الثورة الإيرانية إلقاء القبض على 150 شخصا من قادة المخلين بالأمن في محافظة البرز غربية طهران وفي بيانه كشف عن اعتراف الموقفين بالعمل لدى أشخاص مدربين داخل البلاد وخارجها مؤكدا أن الموقفين اعترفوا أيضا بتلقيهم مبالغ مالية لقاء أحراقهم مراكز حكومية ومؤسسات عامة من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن الشيء الوحيد الذي لا يليق بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هو الدفاع عن الشعب الإيراني وردا على تصريحات بومبيو استغلب موسوي تضامن واشنطن مع الشعب الإيراني في وقت يقبع فيه تحت ضغط إرهابها الاقتصادي مؤكدا أن الشعب الإيراني سيعبر هذه المرحلة كما عبر مراحل سابقة ووصف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيع ما يقوم به البعض من نهب وحرق وتدمير للممتلكات العامة وقتل رجال الشرطة بالعمليات الإرهابية جاء ذلك بعد انحسار الاحتجاجات في يومها الرابع تقرير أحمد البحراني إلى جانب استمرار الاعتراضات الشعبية المطلبية في مدن إيرانية متعددة اعتراضا على ارتفاع أسعار البنزين على نحو قياسي لم تكن مهمة السلطات صعبة لإثبات فوضوية ما يفعله بعض مستغلية الاحتجاجات من خلال بث هذه اللقظات نهب وحرق وتدمير للممتلكات العامة وعمليات إرهابية بحسب تعبير المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي طاولت القوات الأمنية وفقا للتقارير فأن البعض استخدم أسلحة نارية أدت إلى استشهاد عدد من رجال الشرطة سلوك هؤلاء يشبه سلوك الإرهابيين ومن الطبيعي أن يتخذ بومبيو الذي يفرض العقوبات على الشعب الإيراني موقفا مؤيدا لأعمال الشغب موقف أمريكي ومواقف أخرى لحركات ملكية وانفصالية وأخرى من منظمة مجهد خلق لن تغير في الواقع شيئا يقول أصحاب القرار ومن الخطوة الحكومية التي يمثل دعم أصحاب الدخل المحدود من المجتمع الإيراني هدفها الأبرز نبذل جهدا لمساعدة العائلات بشكل مستمر فعاد عن الرواتب الشهرية التي تدفعها الحكومة للفئات المتوسطة والمحدودة الدخل سندفع رواتب أخرى لهذه الفئات في إطار قرار الدعم المعيشي الأخير بالنسبة إلى السلطات الإيرانية فإن التأخر في حسم الأوضاع لا يعكس ضعفا بقدر الحرص على عدم إراقة مزيد من الدماء لكنه خيار لن يطول كثيرا بحسب بيان لحرس الثورة إذا استمرت الأعمال المخلة بالأمن العام لم تعود الأوضاع ضبابية كاليوم الأول من الاحتجاجات التظاهرات حسرت والحكومة ماضية في تنفيذ قرارها بتأيد من المرشد الذي أكد أن الإجراءات الأخيرة وإن كانت تضر بمصالح البعض لكنها تصب في مصلحة الغالبية من الإيراني أحمد البحراني طهران الميادين الخارجية الروسية قالت أن موسكو لا تستبعد وجود تأثير خارجي في الاحتجاجات داخل إيران مدير القسم الأسوي في وزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف قال أن زيادة سار الوقود صبت الزيت على النار لكن القوى الخارجية تعمل بنشاط الاحتجاجات في إيران كانت حاضرة في السعودية أكثر من إيران نفسها على وسائل التواصل الاجتماعي فاطمة قاسم مرة جديدة حسابات سعودية تروج لانتفاضة في إيران على غيرار لبنان والعراق اللفت في وسائل التواصل وخصوصا في اللغة العربية أن الاحتجاجات في بعض المدن الإيرانية على زيادة أسعار البنزين كانت حاضرة في السعودية أكثر مما كانت عليه في إيران حيث تصدر هاشتاغ إيران تنتفض مع تقييد الإنترنت في إيران من يغرد بشأن الاحتجاجات؟ موقع نتب لاكس المتخصص قال أن مشغلي الإنترنت في إيران حجب أي وصول إلى الشبكة وبحسب الموقع فإن مزودي خدمة الهواتف المحمولة في إيران أوقفوا خدماتهم يوم السبت وهذا يطرح تساؤلا عن مصدر التغريدات التي أغرقت بها صفحات مواقع التواصل وخصوصا الفيديوهات والصور التي نشرت الكثير من الحسابات الوهمية التي كانت تغرد بكثرة على هاشتاغ إيران تنتفض استخدمت حسابات مبرمجة للتغريد وذلك حتى يصبحت ترندا في أغلب الدول العربية وهذا الحساب مثال بعد قيام هذه الحسابات الوهمية بالتغريد كثيرا على الهاشتاغ حجبها تويتر وهناك حساب آخر كمثل نستخدمه وهو مبرمج طبعا إذ لا يمكن لشخص حقيقي أن يغرد لساعات متتابعة بمعدل تغريدة كل 53 ثانية لكن الأمر لا يقف عند الحسابات الوهمية الحسابات الحقيقية التابعة لسعوديين نشطت أيضا لترويج الهاشتاغ والصور تبين أمثلة من هذه الحسابات لحظ أيضا أن بعض الحسابات السعودية المشبوهة لا تعمل على التغريد مستغلة لاحتجاجات في إيران فقط بل أيضا في العراق ولبنان علامة استفهام كبرى إزاء إظهار مراقبة التغريد أن الشعب الإيراني يغرد باستخدام هاشتاغات بالفعل بينما يكشف استخدام مشبوه لهذه الهاشتاغات لتوجيه المضمون ضد أشخاص محددين وهنا نتحدث عن المرشد خامنئي واللواء قاسم سليماني دراسة محتوى التغريد تظهر أيضا أن المحتوى باللغة الإنجليزية غلبت عليه المعلومات عن ارتفاع أسعار البنزين ومشاهد للاحتجاجات أما التغريد باللغة العربية فكان يدور حول المرشد خامنئي من دون أي مضمون يحمل موقفا مما يجري النقاش بشأنه أعلنت قيادة عمليات بغداد أنها اعتقلت إصابة مؤلفة من عشرة أشخاص حاولت السطوة على البنك المركزي العراقي والحق الضرر به بعد منتصف ليل أمس وذلك بتعاون من بعض المتظاهرين مراسل الميدين فاد بأن تحركات المتظاهرين تتركز حاليا بين ساحتي التحرير والخلان في العاصمة ولفت إلى أن المتظاهرين موجودون عند الجسور الثلاثة الجمهورية والسنك والأحرار كذلك أغلق متظاهرون التقاطع جسر المطار كما أغلقوا شارع النجف الكوفة بالإطارات المشتعلة أكد المتحدث باسم القائد العام لقوات المسلحة العراقية لواء عبد الكريم خلف صدور أوامر اعتقال بحق الذين يغلقون المدارس وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب وأوضح خلف أن أغلق المدارس هو جرائم مشهودة يحال مرتكبوها إلى المحاكم فورا كما أصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النزاهة أمر قبض مع منع سفر وحجز أموال بحق نائب عراقي القرار الصادر بحق النائب طلال الزوبعي يشمل منع سفره وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة وقد صدر أمر القبض استنادا إلى أحكام المدة 308 من قانون العقوبات وفي شأننا رقيا آخر فاد مراسل الميادين بأن قوة من قيادة عمليات نينوى للحجد الشعبي احتجزت عددا من عائلات داعش أثناء عبورها محافظة نينوى أتية من مخيم الهول السوري ولفت إلى أن هذه العائلات عبرت بمساعدة مهربين وتولت قوة الحجد تسليمهم إلى القوات الأمنية المختصة لإجراء التحقيق معهم إلى لبنان حيث أفاد مراسل الميادين بأن القوات الأمنية منعت متظاهرين من الوصول إلى محيط السفارة الأمريكية في منطقة عوكر شمال بيروت للتظاهر احتجاجا على تدخلات واشنطن في الشؤون الداخلية للبلاد هذا وشهد عدد من المناطق في لبنان أمس تظاهرات ووقفات احتجاج أمام مؤسسات حكومية وشركتي الاتصالات وفي ساحة رياض الصلح عشية جلسة مرتقبة للبرلمان اليوم وعلنت رئاسة الجمهورية في لبنان أن هناك ثمانية عشر ملفا تتعلق بارتكابات مالية وهدر وتزوير وتبييد أموال واحتلال أملاك عامة يجري حاليا التحقيق فيها الرئاسة أكدت أن هذه الملفات يخضع كل منها لصلاحية جهة محددة وأحيلت على النائب العام المالي وبعضها وصل إلى المحاكم في المحافظات بحسب الصلاحية ويعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية اليوم لإقرار مشاريع قوانين كان الحراك قد طالب بها إلا أن بعض المجموعات عادت وتراجعت وقررت إغفال الطرق لمنع عقاد الجلسة تقرير عباس الصباغ أسبوعان على استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري ولا تقدم في المشاورات بشأن الاتفاق على صيغة حكومية جديدة فالحريري على موقفه الرافض لمشاركة الأحزاب في أي حكومة سيترأسها والغالبية النيابية ترفض تجاوز نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العام الماضي بيد أن المراوحة الراهنة لم تمنع رئيس البرلمان من الإصرار على عقد جلسة تشريعية للبرلمان لإقرار مشاريع قوانين كان الحراك الشعبي قد طالب بها وإصرار الرئيس بري على عقد الجلسة التي ألغيت الأسبوع الماضي عبر عنه نائبه إلي فرزلي أي مطلب أو أي حراك أو أي هدف إذا كان هناك مية لتحقيق أهدفه طريق الوحيد لتحقيق الهدف هي عبر المؤسسات أي انقلاب على منطق المؤسسات لا يؤدي إلا إلى الفتن والحروب الأهلية وأنا أقول أنه لا شك المسؤولين عن المطالب حصرا في الحراك لا شك أنه بدهم المطالب وما عندهم أي دي أخرى لها علاقة بأخذ البلد إلى مواقع وإلى أماكن لا يريدها أطلاقا ولا تحمد أقبال النتائج كتلة الوفاء للمقاومة أكدت حضورها الجلسة وقال النائب حسن فضل الله إن المشاورات مستمرة بشأن الحكومة موضوع الاستشارات عند فخامة رئيس الجمهورية وهذا الموضوع عم يعبر عنه بمواقف فخامة الرئيس أو عبر مصادره وبالتالي دعوتنا كانت من أول يوم للإسراع في تشكيل الحكومة التي بدأت تقدر تعالج أو تحد من الأزمة الأجواء السياسية هذه لا تزال تخيم على البلاد في انتظار تبدل مواقف بعض الأفريقاء إذا كانت المشاورات بشأن الاتفاق على الصيغة الحكومية لم تصل إلى خواتيمها بعد فإن التحركات في الشارع مع بدء الشهر الثاني للحراك الشعبي بدت خجولة أما ميدانيا فتراجعت وطيرة التظاهرات مع إسرار الحراك على عدم السماح للبرلمان بعقد جلسة تشريعية عباس صباغ بيروت الميادين ومعنا من بيروت مرسل الميادين عباس صباغ عباس لو تضعنا في آخر التطورات فيما يخص الجلسة التشريعية المقررة بعد ساعات من الآن من هي الأطرف التي أعلنت مقاطعتها مبرراتها أيضا وجدول أعمال الجلسة والمتوقع منها نعم في الحقيقة أعلنت كتلة القوات اللبنانية أنها لن تشارك في جلسة التشريعية كذلك اللقاء الدموقراطي وأيضا كتلة الكتائب كتلة المستقبل لم تعلن رسميا بأنها تقاطة لكن هناك كما نعرف هناك جلسة تشريعية تسرق جلسة الانتخاب اللجان النيابية وهذا عمل داخلي وعمل دوري كل سنة طائع قد نواب جلسة للتجديد للجان النيابية ورئيسهم المستقبل يعشون نائبا سيحضرون من أجل انتخاب اللجان وصم يغادرون الجلسة التشريعية حسابيا بين القوى والكتلة المستقبلية التي تشارك في جلسة الغد لديها أكثر من 65 نائبا أي النصف دائدا واحدا وبالتالي النصاب متوسط لكن ما يجري منذ مساء عمس من قطع للطرق في بعض المناصف في البقاع والشمال والدعوات لإقفال الطرق في بيروت والدعوات مضادة من مناصرين لإقرار قانون العفو العام وهناك إرباك شديد حتى اللحظة هناك فرطة أمنية وضعت من أجل تكتيل من عقاد جلسة البرلمان الجيش اللبناني وقوال أمن الداخلي وهناك كان تنصيق بينهم قبل إصرار رئيس البرلمان نبي بري على عقد هذه الجلسة لكن الكلمة القصص تكون في الشارع وما إذا كان هناك بالفعل قرار بتأطيل البرلمان غدا أم أن الأمور ستسير وفق ما تريد الغالبية النيابية يعني هي بالفعل ساعة ترقب لأن هناك أمر يعني مريب بأن الحراك المدني طالب بإقرار قوانين كمكافحة فساد وتشكيل محكمة خاصة للنظر في الجرعب المالية ورفع الحصناء والعفو العام واليوم لا يريد للبرلمان عنها القوى السياسية التي رفضت الحضور أو المشاركة الجلسية القوات اللبنانية عادت بأن ليس هناك من داعي للتشريع الضرورة كما يسمى أننا نحن في ضل حكومة مستقيلة أما القوى الثانية فلم طول رسميا لماذا تقاطع جلسة البرلمان وما هي الأسسة التي استردت إليها عن من بأن هناك مبدأ عام في لبنان الاستمرارية المرفق العام وقصل السلطات وبالتالي السلطة الشعية وهي أم السلطات في لبنان لا يجب أن تتوقف سلمة كل ما يجري تحت ثقف القانون والدستور سؤال أخير عباس تحدثت عن الخطة الأمنية هل من الملاحظة من الآن تطبيقها على الأرض هل هناك انتشار للجيش اللبناني مثلا في بعض المناطق طبعا هناك انتشار لقوى الأمن الداخل وتحديدا فرقة مكافحة الشغب في وسط بيروت هناك نحو ألفين عنصر من هذه القوى بدأوا بالتمركز على مداخل مجلس النواب هناك مدخل واحد سيكون مفتوحا أمام النواب والإعلام وسيتم عزل مجلس النواب وهي المناسبة إجراء عادي تستخدم كل أمنية مع كل جلسة وليس بضرورة بسبب الحراك أو بسبب لكن لأن هناك تحديات وهناك إثار على منع النواب بعضهم قال بأن النواب أتلوا منذ مساء أمس وأقاموا في أحد الفنادق القريبة من مجلس النواب طبعا هذا الفندق دفع هذا الأمر وبالتالي نحن عمان إجراءة إمنية غير عادية لأن هناك تحدي وهناك دعوات لحصار مجلس النواب ومنع النواب من الخروج في حال وصلوا لعقدة جلسة الشفائية شكرا جزيلا لك عباس صباغ مرسل ميدي من بيروت وأفاد مرسلنا في النبطية جنوب لبنان بمعلومات عن إمكانية تحديد موعد جديد لاستجواب العميل عامر الفاخور يوم الخميس المقبل العميل الفاخور غاب عن جلسة استجوابه في محكمة بالنبطية أمس بعد دعائه التعرض لواكة صحية وقد استمع قاضي التحقيق الأول لإفادة لسير المحرر نبيه عواضة جلسة الاستجواب تأتي بناء على الدعوة الشخصية المقدمة بحق الفاخور من عدد من الأسرة بجرائم القتل والإخفاء والتعذيب والخيانة أعلن خفر السواحل التابعي لحكومة الأنقاذ في صنعاء ضبط ثلاث سفن أحدها سعودية على بعد ثلاثة أميال من جزيرة عقبان في البحر الأحمر قوات خفر السواحل لفتت إلى أن السفن الثلاثة دخلت المياه الإقليمية اليمنية من دون إشعار مسبق ولم تتجاوب مع توجيه نداء لها عبر القناة الدولية وكان التحالف السعودي اتهم حكومة صنعاء باحتجاز سفينة نفطية سعودية تحمل خمسمائة ألف برميل وسفينة كورية جنوبية تحمل معدات حفر عودة حكومة هذه إلى عدن جاءت بعد عشرة أيام من توقيع اتفاق الرياض ودخول حيز التنفيذ مع تصاعد تبادل الاتهامات بين طرفي اتفاق الرياض بعرقلة تنفيذ الاتفاق والسعي إلى تفجير الوضع تقرير أحمد عبد الرحمن رئيس حكومة هادي وخمسة وزراء إضافة إلى محافظ البنك المركزي سمح بعودتهم المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا إلى عدن بعد أسبوعين من دخول اتفاق الرياض حيز التنفيذ بين الطرفين عودة على وقع توتر أمني وعسكري في جنوب اليمن غدا تشتباكات في أحياء دار سعد وشيخ عثمان بعدا على خلفية مداهمة قوات الانتقالي عدة منازل واعتقال مواليين لهادي وحكومته ما يتواجد من قواته عبارة عن ماليشيات تعمل في إطار أجندة خاصة بدولة الإمارات والدولة السعودية وبالتالي لا يوجد مشروع وطني تجتمع عليه أو تلتقي حوله التراشق وتبادل الاتهامات اليومية بعرقلة تنفيذ الاتفاق والسعي إلى تفجير الوضع عسكريا سبقت عودة رئيس حكومة هادي ووزرائه الخمسة تراشق بلغ ذروته بتلويح المجلس الانتقالي بالخيار العسكري لوقف ما وصفه باستفزاز القيادات العسكرية الإخوانية في حكومة هادي في محافظتي شبوى وأبيان سبق ذلك اتهام الانتقالي بمنع حكومة هادي من العودة وبرفض تسليم المنشآت والمؤسسات الحكومية الأمر الذي قد ينقل الصراع إلى مرحلة أخرى متقدمة الوضع في الجنوب سيبقى كما هو في حالة من اللا استقرار لا هو لصالح الانتقالي ولا هو لصالح ما يسمى بالشرعية كأنه لأنه مخطط القوى العدوان المحتلة تردها هكذا مؤشرات صدامي تتزايد مع استمرار السجال والتراشق وما تنطوي عليه المواقف المعلنة من قيادات ومسؤولين في حكومة هادي من رفض ضمني للاتفاق يتصدرهم وزيرات داخلية والنقل الذين اتهم الرياضة بإنقاذ ما تبقى من المشروع الذي وصفوه بالانقلابية عبر هذا الاتفاق الذي جاء بهدف الإطاحة بالقيادات التي ناهضت مشروع الإمارات كما قالوا وهو ما يزيد من تعقيد المشهد المعقد توتر واشتباكات واعتقالات وتحشيد عسكري واتهامات متبادلة قد تفجر الوضع الهشة في جنوب اليمن كل ذلك لا يعني فشل اتفاق الرياض ذلك أن الاتفاق أنجز هدفه الأساسي في تكريس السيادة والوصاية السعودية ومن خلفها الأمريكية على جنوب اليمن وممراته المائية وفي الإبقاء على الوضع في حالة من اللاسلم واللاحرب كنموذج يراد تعميمه على كل اليمن أحمد عبد الرحمن صنع الميادين فاصل قصير نواصل بعده النشرة أهلا بكم من جديد قال وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو إن إن شاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض مع القانون الدولي بومبيو رأي أن العمل مع المستوطنات ضمن القانون الدولي لم ينجح ولم يسهم في عملية السلام ودعي لحل الوضع في الضفة الغربية عبر المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيا أن تصريحات وزير الخارجي الأمريكي تعد استهزاء بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تجرم للسيطان بشكل واضح وعبر عن رفضه واستهجانه لها وأكد أشتيا أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل جرائم حرب بحق الأرض والبشر وعائقا لإقامة دولة فلسطين وطلب المجتمع الدولي بالتصدي لهذا التصريح الخطير وبترجمة بياناته السياسية إلى أفعال على الأرض بالاعتراف بالدولة الفلسطينية مع القدس عاصمة لها من جهته دان النطق باسم رئاسة الفلسطينية نبيل أبو رودينا تصريحات وزير الخارجي الأمريكي بشأن المستوطنات مؤكدا أن أعلانه باطل ومرفوض ويتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن أبو رودينا شدد على أن الإدارة الأمريكية غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية ولا يحق لها أن تعطي أي شرعية للصيطان الإسرائيلي ولم يعد لها أي دور في عملية السلام محملا إياه مسؤولية تداعيات موقفها الخطير حركة الجهاد الإسلامي ردت على بومبيو في بيان ورأت أن هذا تصريح استعماري وعدائي وفاقد لأي شرعية ودليل جديد على الوجه الأمريكي القذر في دعمها للاحتلال والإرهاب معتبرة أن الصمت العربية إزاء العدوان على غزة والقدس والضفة شجع الإدارة الأمريكية على أعلان هكذا قرارات عدائية بدورها قالت حركة حماس أن تصريحات بومبيو مخالفة صارخة لكل مبادئ القانون الدولي وتأكيد جديد على مشاركة الإدارة الأمريكية في العدوان على الشعب الفلسطيني وحقوقه واعتبرت الجبت الشعبية لتحرير فلسطين أن التصريحة تشريع صريح لنهب الأرض الفلسطينية وتشجيع على استمرار الاحتلال لها ودعت إلى التعامل مع الولايات المتحدة باعتبارها عدوا مباشرا وإلى إقرار السياسات لمواجهتها على هذا الأساس ومن بيت لحم ينضم إلينا مدير ومكتب الميدين في فلسطين ناصر اللحام ناصر يعني ما بعد قرار الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل سابقا هل تلقت الرئاسة الفلسطينية بصدمة تصريحات بومبيو تحياتي أيهم بالضبط هكذا صدمة لم يكن هناك أي مقدمات ولا أي تسريبات فجأة صدر البيان من بومبيو وهذا أدى إلى ردود فعل دافقة لكنها تبقى لغاية الآن ردت فعل الأولية في مستوى الإدانة والرفض وفي مستوى أساسي هو مطالبة العالم وشرعية دولية عدم قبول ذلك لا أعرف إذا كان هناك سيكون اجتماعات للقيادة الفلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية بشأن هذا الموقف لكن الأخطر هو تسريبات إضافية من الصحافة العبرية أنه ربما غدا مثلا أو بعد غدا يعلن نتنياهو ضم الأغوار الفلسطينية الأغوار الأردنية وبالتأكيد هذا سيسبب كارثة لكل مفهوم حل الدولتين ونقضا لكل اتفاقيات أوسلو وملحقاتها وسيضع القيادة الفلسطينية بجميع فصائلها أمام أسئلة صعبة ومرحلة مفصلية جديدة الجمهور الفلسطيني من جانبه طبعا الرافض لهذه الإجراءات يطالب بالحد الأقصى من ردود الفعل من جانب القيادة الفلسطينية وعمليا الرد وأيضا تناهى بأنه السفرة الأمريكية حذرت رعاياها فيما يتعلق بردود فعل فلسطينية الأمور كلها في طور تمهيدي لردود الفعل لا أعرف إذا كان في ساعات نهار الغد يكون هناك إجراءات عملية أو توجهات لكن نحن في نفس الإطار هو إطار مطالبة العالم والشرعية الدولية رفض والتنديد بهذا القرار نعم ناصر على من تعول القيادة الفلسطينية عندما تقول خارجية تدرس بالتنسيق مع الأشقاء ومع الأصدقاء أنجع السبل السياسية والدبلوماسية والقانونية للرد على من تعول في هذا الوضع العربي المأزوم والدولي أيضا لا أعرف بصراحة يعني السؤال صعب أما فيما يتعلق بالقياس يمكن أن نقيس ذلك على إعلان الإدارة الأمريكية وترامب نقل السفارة الأمريكية من تلابيب إلى القدس ولحظنا قياسا ردة الفعل العالمية والعربية وبالتالي يمكن أن نتوقع ماذا تكون ردة الفعل الحالية أيضا فيما يتعلق شاهدنا بين الخارجية الأردنية أيضا المصري وجمعة الدول العربية ربما لاحقا لكن في هذا الإطار لماذا في غليل المواطنين الفلسطينيين الذين يرون بأن كل شيء ذهب وأن إسرائيل أخذت حصتها من الاتفاق وضع أضافت عليه كل ما يتطلب نهب الأرض وتهويد القدس ولم تعطي الفلسطينيين أي شيء ربما أن الموقف الرسمي العربي والفلسطيني لا يوقف الإدارة الأمريكية لكن هناك دفاع الكبير جدا أشد في الشارع الفلسطيني الميل عبر التواصل الاجتماعي لمزيد من الراديكالية وتدفع الثمن للاحتلال والمستوطنين نعم ناصر دعني أسألك إسرائيليا تحديدا هل ما زال هناك أطراف في الحلبة السياسية الإسرائيلية لا يعني تؤمن بعدم شرعية المستوطنات ومن جاءة أخرى واضح أنها رسالة لنتنياهو في هذا الظرف الصعب بالنسبة له هل هي قادرة على انتشاله وأنقاذ مستقبله السياسي لبرمن يقوم بتعذيب نتنياهو ومارس معه التعذيب على أكمل وجه بعد أن طرده من وزارة الجيش نتنياهو طرد لبرمن قبل عام لبرمن يعذبه على الطريقة الروسية ولمزيد من ذلك قال بأنه يوم الأربعاء الساعة 12 ظهرا يعني قبل ساعات من انتهاء موعد تشكيل الحكومة سيكون له موقف آخر وبالتالي هذا يزيد الضغط على عصاب نتنياهو يفقده رجده تحول نتنياهو إلى شخصية هستيرية وبالفعل هذا ما قاله جانتس قال نحن أمام هستيريا كاملة الرجل في حالة هستيريا منبع القرار الأمريكي هو قرار محاولة إنقاذه وإنقاذ حياة السياسية الإدارة الأمريكية واضحة أنها لا تفهم شيء في الصراع ولا تريد أن تحل الصراع بقدر ما هي تتدخل لصالح كفة متطرفة ايدولوجيا صيونيا ضد كفة أخرى قد تكون يمين وسط شكرا جزيلا لك ناصر اللحام مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة كنت معنا بيت لحم هذا وحذر وزير الخارجي الأردنية إيمان الصفضي من التغيير في الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات وتداعياته على جهود تحقيق السلام وفي تغريدة على موقع تويتر أكد الصفضي أن المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة هي خرق للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأشار إلى موقف المملكة الأردنية الراسخ والثابت في إدانة المستوطنات السيناتور والمرشح لرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي بيرني ساندرز رأى أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية وأشار ساندرز إلى أن هذا الأمر واضح من نصوص القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعددة لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقوم مرة جديدة بعزل الولايات المتحدة وتقويد الدبلوماسية من خلال التوجه لإرضاء قاعدته المتطرفة أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي أن الرد على جريمة قيال الشهيد بهاء أبو العطى تكفلت به سرايا القدس وأنجزته الهندي قال أنه ليس من الحكمة أن يدخل الجميع ولسيما كتائب القسام في المعركة لأن ذلك سيؤدي إلى حرب طويلة وكبيرة على غزة كما حذر الاحتلال من أن أي عملية اغتيال لن تمر من دون دفع الثمن وفي غزة أيضا والقصص التي لا تنتهي عن المجازر الإسرائيلية عائلة السواركي هي أحد ضحايا هذه المجازر في العدوان الأخير على غزة الميادين زارت منزل العائلة والتقت من نجى من أفرادها داخل هذه الحفرة دفن الاحتلال أرواح ثمانية من الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة فتحت جنح الظلام رسمت أجساد الأطفال متناثرة في هذا المكان مشهدا مروعا لا يغيب عن ذاكرة الغزويين وسادة وحقيبة مدرسية وبعض أحلام بحياة آمنة باتت أثرا بعد عين هكذا بدى المشهد فيما تبقى من بيت عائلة السواركة بعد تمزيق أربعة من صواريخ الاحتلال لأجساد سكانه هذه صواريخ لمعاقل عسكرية والله ما هي لبيوت ولا الكشك ولا الكارفان هذه تتعمل المعاقل العسكرية يعني جندي مقابل جندي جيش مقابل جيش إنما يقصب بها أطفال علما بينهم عندهم معلومات أكم طفل عنده شيء لا يطاق أنا ما جيتش إلا بعدين الأرض انشالت وانا ثم انحطت انظر الأرض محروقة لم تنتهي الحكاية عند هذا الدمار الذي سلب أرواح ثمانية من أفراد هذه العائلة فمن بقي على قيد الحياة بات وحيدا متألما موسيقى 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 أحمد شلدان غزة الميادين أعتدت قوات الاحتلال على الأطفال والأهالي والصحفيين على المدخل الشمالي لمدينة بيت الحم وذلك خلال وقفة داعمة للصحفي الجريح معاذ عمارني ولم يردع وجود تلميذ أطفال عائدين من المدرسة قوات الاحتلال عن أطلاق قنابلها الدخانية بكثافة باتجاههم أثار الرعب في صفوفهم حبس وانفاس في الحلبة السياسية الإسرائيلية مع اقتراب انتهاء الفترة الممنوحة لرئيس حزب أزرق أبيض بني جانس لتأليف الحكومة وهو ما رفع منسوب القلق لدى نتنياهو الذي لجأ إلى التحريض ضد العربي وعضاء الكنيسة العرب تقرير منال إسماعيل تحريض غير مسبوق ما رسه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيمين نتنياهو ضد أعضاء الكنيسة العرب على خلفية ارتفاع أسهم توجه رئيس حزب أزرق أبيض بني جانس لتأليف حكومة أقلية تحظى بتأييد عدد من النواب العرب جانس وأشكيناسي ويعالون قرروا تأليف حكومة أقلية بدعم القائمة المشتركة تأليف حكومة أقلية كهذه سيكون كريثة في تاريخ إسرائيل أعضاء الكنيسة العرب يدعمون المنظمات الأرابية ويريدون تدمير الدولة حكومة كهذه ستمثل خطرا أمنيا تاريخيا على إسرائيل حكومة كهذه ممنوع أن تقوم ليس فقط ليوم واحد بل للحظة واحدة تحريد نتنياهو الهستيري ومعه بعض وزرائه ضد أعضاء الكنيسة العرب تجاوز كل الحدود حيث أعلن بعض النواب العرب تلقيهم عشرات التهديدات لحياتهم لجوء نتنياهو إلى أسلوب التحريد المتكرر الذي يعتمده ضد العرب مرده إلى حبس الأنفاس في الحلبة السياسية الإسرائيلية مع قرب انتهاء التفويد الممنوح لبني جانس لتأليف حكومة الأربعاء المقبل أيام من التوتر السياسي أخذت بالتزايد كلما اقترب مشددا موعد انتهاء مدة التفويد لتأليف الحكومة الممنوح لجانس ومع بقاء يومين لهذا الموعد نلاحظ اجتماعات حزبية لدى جانبي المترس السياسي في محاولة لاحتواء الوضع لا شك في أن جانس وقيادة حزبه موجودان في لحظة حزمة ومتوترة وهي تؤشر ربما إلى ما إذا كان المشروع المسمى أزرق أبيض قد يصنع التاريخ ويؤلف حكومة أو أنه قد يذهب إلى مكان آخر وفيما يتمسك حزبان لكود وأزرق أبيض كل بموقفه تتجه الأنظار نحو رئيس حزب إسرائيل بيتنا أفيكدور ليبرمن الذي يلعب في ملعب الحزبين ليبرمن ستكون له الكلمة الفصل بين اللجوء إلى حكومة أقلية أو حكومة وحدة أو الذهاب إلى انتخابات ثالثة قد تشهدها إسرائيل في غضون أقل من عام ندد مجلس النواب التونسي بالجرام الإسرائيلية في قطاع غزة داعيا الحكومة إلى التحرك وأجراء اتصالات وفق منص عليه الدستور نصرة للشعب الفلسطيني البرلمان التونسي شدد على همية وحدة الفصائل الفلسطينية وتضافر الجهود صدا للعدوان الإسرائيلي مطالبا البرلمانات العربية والإقليمية والدولية بالتحرك نصرة للحق الفلسطيني وبالضغط لوقف العدوان الغاشم بدأ رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجميلي مشاورته لتشكيل الحكومة الجديدة في تونس وأكد الجميلي أنها ستشمل كل الأحزاب المشاورة ترافقت مع تأكيد رئيس حركة النهضة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي أن حزب قلب تونس غير معني بالمشاركة في الحكومة تقرير سميح البغانمي رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجميلي ينطلق في مشاوراته الرسمية لتأليف الحكومة مشاورات ستشمل مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية بحسب الجملي وتحالف قلب تونس مع النهضة في البرلمان لن يكون بمعزل عن هذه المشاورات رغم تأكيد رئيس حركة النهضة أنه خارج الائتلاف نحن نقدر بأن حزب قلب تونس ليس مشمولا بالمشاركة في هذه الحكومة ليس مشمولا بالمشاركة هذا تقديرنا نحن كحزب وهذا وفاء بالوعد الذي قطعناه على أنفسنا مواقف بعض الشراكاء المحتمالين تغيرت بتغير الحسابات السياسية فبعد التحالف المفاجئ بين النهضة وقلب تونس في البرلمان لم يعد مستبعدا تشكيل اتلاف حكوميا يضم خصوم الأمس من حيث المبدأ معناش تحفظ مطلق على أي مكون من مكونات اللي اختاروا الشعب اللي همنا بالأساس هو البرنامج اللي همنا بالأساس هو طبيعة الحكومة حركة النهضة تيار ديمقراطي حركة الشعب اتلاف الكرامة هذا الرباعي قادر على تشكيل حكومية بطبع ثوري فلما لا وخصوصا انه تقريبا نتفق في تسع نقاط من عشرة يرى مراقبون ان اختيار الاطراف الذين سيشاركون في الحكم مرتبط بقبول البرنامج الذي وضعه مجلس شورى حركة النهضة الذي سيكون المرشع الأساسي في اقرار كل السياسات التي سيقع تطبيقها الجميع يدعينا وسيلتقي على قاعدة هذه المصلحة الوطنية الموجودة والمؤسسة في اطار برنامج حكم مواضح هو البرنامج اعدت مشروع حركة النهضة لا شك في ان ادارة المرحلة المقبلة ستشوبها صعوبات لأسباب عديدة لعل ابرزها التزام رئيس الحكومة المكلف بوثيقة الحكم الصادرة عن مجلس شورى حركة النهضة وفي ذلك رسائل سياسية تؤشر الى ان مرحلة التشاوري حول تأليف الحكومة الجديدة قد تصطدم بعقبات عدة باب المناورات مفتوح على اكثر من احتمال والمشهد السياسي مهما تنوعت عنوينه الا انه من الواضح ان حركة النهضة حريصة وبحسب مراقبين على الامساك بمفاتيح هذا المشهد فضلا عن العمل على المصارين الحكومي والبرلماني سميح البغانمي تونس الميادين في ظل اجتداد المعارك وسقوط اعداد كبيرة من الضحايا في المدن الليبية استمع مجلس الامن الدولي الى احاطة شهرية للمبعوث الدولي غسان سلامي تحدث فيها عن مدى فداحة التدخل العسكري الخارجي في ليبيا وتأثيره السلبية على مسائل امم المتحدة للحل واعرب سلامه عن الامل بان تساعد القمة الدولية في برلين في دعم الجهود الاممية في هذا الاطار تقرير نيسر عبود ليبيا تغوص في مستنقع من الاجندات الخارجية التي توظف اشرس المرتزقة وتستخدم الطائرات المسيرة والاسلحة الدقيقة في صراع يلحق افدح الضرر بمصالح الليبيين ويفتك بهم هذا الكلام لممثل الامين العام للامم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة المسؤول الدولي راهن على قمة دولية ستعقد في برلين لكي تخرج ليبيا من ازمتها الخانقة المهين الختمي للقمة سيشمل ستة ملفات تقدي بالعودة الى العملية السياسية بقيادة ليبيا واجراء اصلاحات اقتصادية ووقف النار وفرض تطبيق حظر توريد السلاح واجراء الاصلاح الامن ووفقا لسلامة ستتمخذ القمة عن تأليف لجنة متابعة تعمل الى جانب بعثة انسم الدولية للاشراف على وقف اطلاق النار واحكام منع توريد السلاح بين امور اخرى اما ممثل حكومة الوفاق الوطني فحمل دولا اعضاء في مجلس الامن الدولي المسؤولية عن الكثير من المجازر المرتكبة في ليبيا التي لا تميز بين مسكن ومصنع وهذا الوضع كما تعلمون ناجم عن الخلافات في هذا المجلس حول الوضع في ليبيا والذي يجب ان يعمل جميع اعضائه للوصول الى صيغة اتفاق يمكن من خلالها ايقاف المجازر والجرائم التي تشهدها بلادي واتهم سيالة الكثير من الدول التي لم يسمها بتزويد الميليشيات والمرتزقة باسطحة نوعية لا تمتلكها حكومات كما حمل على استمرار فرض حجز على ارصيدة ليبيا في الخارج بينما البلاد تستجدي المساعدات الانسانية الملحة لسكانها معاناته الليبيين تتفاقم والامم المتحدة تستنجد بالدول المؤثرة من اجل وضع حد للناس في الليبي لكن اجندات الدول متضاربة ما يجعل التفاؤل بحل قريب للازمة الليبية قد يبدو وكأنه ضرب من التمني نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين قال مسؤولا في وزارة الخارجية الامريكية أن شراء مصر طائرات مقاتلة روسية يعرضها لخطر العقوبات الامريكية كما أنه يهدد مشتريات مصر من العتاد الامريكي في المستقبل وأضاف مساعد وزير الخارجية الامريكي للشؤون السياسية والعسكرية رينيك لارك كوبر أن مصر تعي هذه المخاطر فواشنطن كانت قد حذرت القاهرة من احتمال فرض عقوبات عليها إذا قررت المضية قدما في صفقة شراء طائرات حربية روسية أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحرص على الحفاظ على الأموال العامة وعدم إفلات أي شخص من العقاب مهما كانت مكانته الصباح حذر من دخول البلاد فئتون الفوضى وسط الظروف التي تمر بها المنطقة أدعو إخواني وأبناء المواطنين إلى الانتباه إلى مصلحة وطننا وطننا العزيز والصيانة أمنه واستقراره والوقوف صفا واحدا في وجه من يحاول العبث بأمنه وشق وحدته الوطنية والابتعاد عن افتعال التجمعات التي قد تستقل غير أهلافها وتقود إلى مظاهر الفوضى وتتيح الفرصة لمن يريد بالكويت سوءا وعلينا أن نأخذ العبرة من تجارب القئير وكان رئيس الحكومة الكويتية المستقيلة جابر المبارك الحمد الصباح تذر الأمير الكويت عن عدم قبوله تأليف الحكومة وكان الأمير قد أقال وزيري الدفاع والداخلية من منصبيهما في حكومة تصريف الأعمال وكلف صباح خالد الحمد الصباح وأنس خالد الصالح تصريف شؤون الوزارتين تذكير بعنوين النشرة مشاهد تظهر مسلحين ملثمين يطلقون النار على المتظاهرين في إيران وتظاهرات حاشدة في زانجان رفضا لأعمال الشغب والتخريب قيادة عمليات بغداد تعلن القاء القبض على عصابة حولت السطو على البنك المركزي وأوامر اعتقال بحق من يغلقون المدارس جلسة تشريعية للبرلمان اللبنانية اليوم وصت انقسام بين الكتل بشأن المشاركة فيها ودعوات لقطع الطرق لمنع حدوثها خفر السواحل التابع لحكومة الإنقاذ اليمنية يعلن ضبط ثلاث سفن إحداها سعودية بالقرب من جزيرة عقبان في البحر الأحمر بومبيو يرى بناء المستوطنات في الضفة الغربية غير مخالفة للقانون الدولي والفلسطينيون يرون في موقفه اعتداء على الحقوق والشرعية الدولية الغنوشي يرجح غياب حزب قلب تونس عن المشاركة في الحكومة الجديدة الميادين دوت نت موقعنا على الانترنت مرجزون أخباري على رأس الساعة